اشتركوا في القناة اتعدي على خير وان شاء الله الزمالك بطل لكم فدرالية 2024 الزمالك اختتم تدريباته مساء امس السبت استعدادا لمواجهة نهضة بركان غيابات الزمالك امام نهضة بركان المغربي محمود علاء محمد اشرف رؤى لوجهة نظر فنية محمود عبدالرازق شيكابالا بسبب الاصابة في العضلة الامامية مصطفى الزناري للاصابة في العضلة الخلفية محمود حمد الونش ومحمد عبدالشافي اصابات طويلة بالرباط الصليبي عبدالله السعيد ناصر ماهر سيف جعفر لعدم القيد الافريقي قائمة الزمالك لمواجهة نهضة بركان في حراسة المرمى محمد عواد محمد صبحي معاذ علاء الدين خط الدفاع عمر جابر حمد المثلوثي حسام عبد المجيد ياسر حمد احمد فتوح اما في خط الوسط نبيل عمد دونجا محمد شحاتة احمد حمدي زياد كمال سيد عبدالله نيمار ترافس متابة محمد عاطف مهاب ياسر ابراهيم منضاي يوسف اوباما مصطفى شلبي احمد مصطفى زيزو وفي خط الهجوم سيف الجزيري ناصر منسي سامسون اي كينولا تشكيلة الزمالك المتوقعة في حراسة المرمى محمد عواد خط الدفاع احمد فتوح حسام عبد المجيد حمز المثلوثي عمر جابر خط الوسط نبيل عمد دونجا احمد حمدي محمد شحاتة خط الهجوم سيف الدين الجزيري احمد سيد زيزو شلبي او سامسون يستضيف الزمالك نظيره نهضة بركان في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الاحد الموافق 19 مايو على استاذ القاهرة الدولي في اياب نهائي الكنفدرالية الافريقية تشكيلة سامي الشيشيني الانسب من وجهة نظره امام نهضة بركان محمد عواد احمد فتوح حسام عبد المجيد حمز المثلوثي عمر جابر نبيل عمد دونجا محمد شحاتة ابراهيم منضاي احمد حمدي احمد زيزو وسيف الدين الجزيري في الهجوم ميدو الاخطاء ممنوعة من لاعب الزمالك امام نهضة بركان وتواجد اوباما مهم ولكن المؤشرات توضح انه بعيد عن حسابات جوميز واضاف مصطفى شلبي شارك في التدريبات الاخيرة بشكل جيد ووجوده يمثل قوة للفريق واتمنى التوفيق للجهاز الفني في اختيار العناصر التي ستقوض اللقاء ميدو مباراة نهضة بركان صعبة وتحتاج لتركيز جميع لاعب الزمالك ونحتاج لهدف مبكر لارباك الخصم من بداية اللقاء وتابع جماهير الزمالك ستصنع ملحمة تاريخية في استاذ القاهرة وهناك حالة تفاؤل بين الجميع وهذا الامر يقلقني واتم مباراة النهائي تحتاج الى الاهتمام بكل التفاصيل الصغيرة والتعامل بحذر مع الكرات السابقة واتمنى من جومز ان يختار التشكيل الامثل والمناسب للقاء حسين ياسر المحمدي نجم الزمالك السابق لا بد ان يمثلك لاعب الزمالك المبادرة في بداية المباراة وتهديد مرمى نهضة بركان ويجب ان يتحل اللاعبين بالصبر وعدم الاستعجال واضاف اتمنى ان يسجل لاعب الزمالك هدف مبكر ولكن احذر من عنصر الاستعجال والاتحواذ على الكرة سيربق ايضا حسابات الفريق المغربي نتمنى نخرج بهدف والتركيز الجيد حسين المحمدي جماهير الزمالك سلاح قوي وستكون حافز لللاعبين وعنصر ضغط على الفريق المغربي وهذا الامر سيكون جيد للغاية لان الجماهير البيضاء تمثل قوة ضاربة وتابع اتمنى استمرار طالدقسي في الجزير ومن الممكن ان يسجل هدف في اي وقت من المباراة وايضا زيزو فهو نجم كبير وله ثقل داخل الملعب المحمدي المباراة النهائية فرصة لأي لاعب من اجل صنوعة المجد وكتاب التاريخ شخصي ويجب يكون هناك دفاع قوي ككتلة واحدة مع التركيز القوي في الكرات الثابتة ولابد ارتداء تبادر تبادر بالهجوم بوجود الجيش الخاص بك وهو الجمهور ويجب ان يكون هناك الجميع في حالة تركيز كامل سواء اهتياطي واساسي محمد عبدالغني مدافع الزمالك السابق ولاعب البنك الاهلي الحالي عبر خاصية ستوري عبر انستجرام قام من بنشر صورة جماعية لفريق الزمالك وكتب عليها بالتوفيق يا رجال ان شاء الله حريس البرتغالي جوزفالدو فريرا المدير الفني السابق على دعم لاعب الابيض ونشر فريرا عبر حسابه الرسمي على انستجرام صورة للاعب الزمالك وكتب عليها انه يوم الحسم الكبير بروح الفريق سنفوز بالكأس لاسعاد جميع المشجعين كل التوفيق للزمالك احمد شبير الكلمتين اللي قالهم جمز ان الزمالك اكبر من نهضة بركان ما كانش يقصد بهم حاجة هو يقصد ان الزمالك اكبر خبرة وهو حتى نفسه قال بلاش تفسره كلامي بشكل خاطئ عبد الحكيم بن عبدالله رئيس نادي نهضة بركان المغربي زيارة السفير المغربي في مصر لبعثة الفريق قبل مواجهة الزمالك منحة اللاعبين دافع قوي واشار الى ان الاهتمام الاعلامي بالفريق يمنح اللاعبين دافع كبير قبل لقاء الزمالك وشدد انه يتفاء الخير قبل اللقاء بالدعم الجماهيري واللاعبين المميزين رصدت حدثات الكاميرات اعتراض التونسي معين الشعباني على وجود بعض الاشخاص في محيط تدريب الفريق المغربي امس في الميران الرئيسي ووجه الشعباني المسؤولين عن استاذ القاهرة على ضرورة ابعاد كافة العناصر الغريبة عن بيثة نهضة بركان قبل بدء الميران وهو ما تم تنفيذه من قبل مسؤول استاذ القاهرة اصدرت الهيئة العامة الاستاذ القاهرة الدولية قائمة من التنبيهات للجماهير في مباراة اليوم بين الزمالك ونهضة بركان المغربي غير مسموح التواجد في محيط الاستاذ دون حمل الفان اي دي والتذكرة الخاصة بالمباراة ومن اهم المحظورات منع تواجد الشعلات الحرارية في محيط الاستاذ سواء داخليا او خارجيا واقلام الليزر التي تشوج على اللاعبين في ارض الملعب ممنوعة تماما والمعلبات الصلبة مثل الكانزة او الزجاجية وكذلك الاغذية المحفوظة سواء معلبات صلبة او زجاجية كل المشروبات مسموح بها طالما محمولة في زوجات فلستيكية وهي المياه المعدنية العادية مع ضرورة رفع الغطاء ممنوع اي لافتات دعائية خارج سياق المباراة او لافتات تحمل عبارات مسيئة او اعلام غير العالم المصري ونادي الزمالك وهي ذات القواعد التي ستطبق الاسبوع القادم في نهاية دورة ابطال افريقيا بس كده هذي كل اخبار اللي كانت معنا النهاردة عن نادي الزمالك اتمنى الفقر اكون خفيفة على قلبكم ادعمونا بلايك الفيديو سبسكرايب القناة ومتشاكونا ادعمونا عندكم اي مرحوظة سيبوهنا في التعليقات سلام